اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين في كل مكان اصعد الله الصباح ومرحبا وسهلا بكم واتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ان نكون جميعا باذ الله تعالى في صحبة طيبة خلال هذه الساعة باذ الله تعالى والتي سنتحدث فيها باذن الله عن قضية بيغاسوس واستعماله ضد مسؤولين فرنسيين من طرف النظام المغربي اذا رجاء لا تنسوا التكبيس وتشير لايف مشكورنا جزيلا على المتابعة هذه الحلقة ستعرض لاحقا عبر القناة في اليوتيوب اذا رجاء لا تنسوا مشاركة الرابط والتكبيس كذلك انتحيات لكم كاملين قبل ذلك اذكركم بالموعد الذي سيكون غدا ان شاء الله في بروكسل وهذا النداء هو موجه بالاساس الى الجالية الصحراوية في بروكسل والله في بلجيكا بشكل عام وربما يعني في بعض المدن القريبة من الاراضي البلجيكية والله من بروكسل لحضور الوقفة المقررة غدا حيث ستقيم الجالية الصحراوية ببلجيكا غدا وقفة تنددية بعددا من الاجراءات التي همت القضية الوطنية الصحراوية في الآونة الاخيرة وكذلك تضامنا مع المعتقلين السياسيين الصحراويين الموجودين في سجون الاحتلال المغربي الوقفة كما قلت تنظمها جمعية الصحرا ما تنبع ببلجيكا وستقام غدا الثاني من نوفمبر الفين وارفع عشرين امام مقر البرلمان الاوروبي بساحة لوكسنبورغ على الساعة الواحدة زوالا اذا الحدث هو وقفة الغد التي ستنظمها جمعية الصحرا ما تنبع وذلك امام البرلمان الاوروبي بساحة لوكسنبورغ في حدود الواحدة بعد الزوال ونهيب كذلك بالجالية الجزائرية والجالية التونسية والجالية الموريتانية والتونسية كذلك ومن يتعاطف مع القضية الوطنية الصحراوية للمشاركة بكثافة في هذه الوقفة اذا الموعد الواحدة زوالا امام البرلمان الاوروبي بساحة لوكسنبورغ ببروكسل عند الساعة الواحدة زوالا في نشاط تنظمه جمعية الصحرا ما تنبع اذا نمشو لموضوعنا اليوم وهو طبعا مرتبط بزيارة ماكرون الاخيرة الى الرباط والتي نتج عنها ما اسماه المغاربة بالاعتراف بالاعتراف الفرنسي بسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية وفي الحقيقة طبعا ليس اعترافا وانما دعما للحكم الذاتي كحل لمشكلة الصحراء الغربية وهذا الذي لا يفهمه الكثيرون تحاولون طبعا ترويجه على انه اعتراف ولو كان يعني ذلك اعتراف لا قلنا هل فرنسا تملك الصحراء الغربية حتى تسلمها للمغرب هذا الامر يعني احدث ما احدثه من ضجة هنا وهناك وفي كل تجاذبات التي حدثت في الساعة الماضية حركت مرة اخرى الملف الصحراوي وعادته للواجهة في الوقت الذي يخوض فيه الجيش الشعبي الصحراوي معركة شديدة على المستوى الميداني ضد جيش الاحتلال المغربي الى جانب طبعا المعركة الدبلوماسية التي تتم عبر عدد من القنوات وفي عدد من المستويات وليس اقلها هو يعني الامم المتحدة التي لا زالت لحدود الان تمسك بملف الصحراء الغربية كما تعلمون اذا الملف الصحراء الغربية لحدود اليوم لا زال عند الامم المتحدة ولا زالت تمسك به الامم المتحدة وكثير من الناس يعني يعتقد على ان الملف قد حسم وهذا كذب في كذب بين ايدي مقال صحفي يتحدث ربما عن الخلفيات التي دفعت ماكرون الى زيارة المغرب واتخاذ هذا الموقف وهذا المقال يعني يستند الى مقال اخر نشره موقع افريكم وفيه عدد من المعطيات الهامة التي ربما تفيد في فهم مشكلة الصحراء الغربية او تطورات التي حدثت في الاونتي الاخيرة اذا المقال يقول بان التحول الدبلوماسي الذي قام به الاليزي من خلال دعمه المعلن للمخطط المغربي المزعوم للحكم الذاتي في الصحراء الغربية قد يكون راجعا الى معلومات حساسة تحصل عليها المغرب دون علمه دون علم الاليزي اذا ماذا يقول موقع افريكم يقول على ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يقود الاليزي طبعا قد يعني ارغم على هذه الزيارة لان المغرب حصل على بعض المعلومات التي لا تتوفر حتى للاليزي وهذه المعلومات حساسة يعني عن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وقد وصلت الى المغرب وبالتالي يعني سهلت التحكم في الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حسب دائما حسب موقع افريكم ويقول ايضا المقال على ان الرئيس الفرنسي قد يكون قد وقع تحت تأثير بيغاسوس قد يكون قد وقع تحت تأثير بيغاسوس وهو ما ادى به الى هذا الموقف المفاجئ الذي دفعه الى التعبير عن دعمه للسيادة المغربية المزعومة امام البرلمان المغربي كما شهدنا في هذا الصدد يقول المقال بان كاتبة هولينج الهيلين بيلي قالت بان صحيفة لوموند ومجموعة وسائل اعلام دولية قد كشفوا في 2021 احتمال استهداف هاتف ماكرون وعديد من الوزراء الفرنسيين من قبل المصالح الاستخباراتية المغربية عبر برنامج التجسس بيغاسوس وقالت انه على خلفية هذه القضية التي تفجرت عام 2021 قد ولهزت يعني الاليزي انذاك بطريقة ناذرا ما تمكنت قضية التجسس القيام بها حيث ان ايمانويل ماكرون يقول المقال قد ظهر جد متأثر لما اكتشف ان رقمه الهاتفي وارقام وزيره الاول ادوارد فيليب واربعة عشر عضوا في الحكومة الفرنسية كانوا ضمن الاهداف المحتملة لمراقبة المصالح الاستخباراتية المغربية اذا هذا على ما يبدو حسب المقال على ان هذه الصدمة التي كانت في 2021 والتي نفذتها يعني المخابرات المغربية باستعمال برنامج بيغاسوس حسب ما نشرته الكثير من وسائل الاعلام الفرنسية انذاك قد استهدفت بالاساس استهدفت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واستهدفت كذلك عددا من الوزراء الفرنسيين كما تطرقت من جانب اخر الى الانتكاسة القضائية التي مني بها المخزن هنا في فرنسا حيث انه يعني بمجرد ان انفجرت هذه الفضيحة عام 2021 تلاها الكثير من اللغط حيث انه المخزن قام انا ذاك بالادعاء بانه سيلجأ للقضاء الفرنسي وانه سيضع يعني شكايات مرحبا سلفة غوز ضد عدد من المسؤولين عن الاعلام الفرنسي الذين فجروا هذه الفضيحة واكتشف نحن اليوم في 2024 يعني من 2021 الى 2024 نظام المخزن قدموني بهزيمة كبرى امام القضاء الفرنسي حينما يعني قام برفع دعاوى ضد وسائل الاعلام الفرنسية التي لم تقبل منها اي شكاية من طرف القضاء الفرنسي اذا لو فرضا مشينا في فرضية انه هذا الدعاء كاذب كما يقول المخزن وهذا الذي يحاول ان ترويج له بعده نجل البقاء الاخر في جريدة هايس بريس المخزنية لو فرضنا انه هذا الادعاء هو كاذب في حق النظام المخزني الاستخبارات المغربي الذي تجسس على الرئيس الفرنسي وعدد من المسؤولين الفرنسيين فان القضاء الفرنسي كان يمكن ان يقبل هذه الشكايات ويحيلها على المحاكمة العادلة وبالتالي يعني ممكن في نهاية الامر يعني تدان هذه وسائل الاعلام لانها اتهمت محمد السادس واجهزة استخباراته باتهامات يعني غير دقيقة ولكن الذي ثبت من 2021 الى 2024 ان نظام المخزن لم يستطع ابدا ان يدين عن طريق القضاء هذه وسائل الاعلام التي قامت بنشر هذه الفضيحة وبالتالي فان هناك ان كما يقولون يعني في الدارجة هناك ان في الموضوع وبالتالي على النظام المخزن اللي يمعن في استعمال هذا الموضوع في تهديد خصومه اذا كما تطرق من جانب اخر الى الانتكاسة القضائية التي مني بها المخزن في فرنسا على اثر الشك والتشهير المرتبطة بتورطه في برنامج في مشروع بيغاسوس كما ربطت صاحبة المقال بين التحول الدبلوماسي لماكرون وتغير موقف رئيس الحكومة الاسبانية لصالح مخطط الحكم الذاتي المزعوم في الصحراء الغربية اذا هنا نرى على ان هذا التحول المفاجئ لا عند رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو شانسيز ولا عند الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هو نتيج بطريقة وباخرى عن طريق استعمال برنامج التجسس بيغاسوس من طرف في نظام المخزن وكما اشار الى ذلك الخبير المعلوماتي الجزائري اسماعي المان في وقت سابق الى ان اسرائيل لم تبع النسخة الاصلية لبرنامج بيغاسوس للنظام المخزن وانما باعته نسخة مضروبة او نسخة غير حقيقية لبرنامج بيغاسوس وانما هي التي حصلت على هذه المعلومات وهي التي تسلمها الان لنظام المخزن لاستعمالها في عمليات الابتزاز لا عيش الاباس يضحكم هذا الشيء يضحكم على انه سيدكم برقاك ضحكم على انه اجهزة استخباراتكم مفضحة في العالم طبعا نعرف بانه هذا الشيء لم كم لذلك تأتون هنا لتستمتعوا بالحقيقة لانه فعلا الحقيقة تؤلم حقيقة هذا النظام المتسخ النظام القذر النظام الممسخ النظام اللي لا لا يستطيع ان ينتج سوى التجسس والتبرقيق والشكام والنهب والاختلاس ومحاولة التحكم في الانظمة الاخرى غير قادر على صنع دولة حقيقية في المغرب تستطيع ان تتحكم في العالم ولكن يلجأ المسكين الى هذه البرامج التجسسية اللي ربما يتحكم في مسؤول فلاني او مسؤول فلاني يحركه كما يشاء ولكن لا تتأخر الحقيقة في الظهور صاحب الدجاجة فضح الله سبحانه وتعالى ولا يتم من الفضائح اللي يموت اللي يحطه في قبر وهو تابعت الفضائح الله يحفظ اذا شفنا على انه ماكرون وشفنا ان بيدرو سانتشيز كاملين تغير في مواقفهما من قضية الصحراء الغربية فجأة وتابعت الصحفية يجب التذكير بان قضية بيغاسوس كانت قد كشفت في سنة 2022 في اسبانيا مع اتهامات بمراقبة الهواتف من قبل المغرب والتي استهدفت شخصيات اسبانية سيما زوجة رئيس الحكومة بيدرو سانتشيز طبعا كثير من الناس الذين يتابعون الصحافة الاسبانية يعلمون على ان النظام المخزن للوصول الى بيدرو سانتشيز قد مر من هاتف زوجته اي انه استعمل هاتف زوجته والوصول الى بعض المعلومات الموجودة في هاتف زوجته من اجل التحكم فيه شكرا عبدالحليم العياشة ما ترحمهم العياشة ما ترحمهم ولو نبلوكو الملايين ما عندنا حتى مشكلة ونقلا عن عديد من وسائل الاعلام المحلية اشار موقع افريكوم الى ان تلك التسجيلات الهاتفية قد تكون اثرت على قرار هذا الاخير في دعم مخطط الحكم الذاتي التوسعي المغربي وهو التحول الذي اعتبرته الطبقة السياسية الاسبانية بمثابة كارثة دبلوماسية هنا مهم ان نفهم على ان ما يقوم به محمد السادس بخصوص موضوع الصحراء الغربية وهذه الخطوات الانتحارية التي يرغم عليها بعض الساسة في العالم من ان ينخرط معه في دفاعه عن قضية الصحراء الغربية من وجهة المغرب هو في الحقيقة يحدث كوارث سياسية بدل ان يحل المشكل انظرك ضعاف النفوس وضعاف العقل وضعاف المعرفة بملف الصحراء الغربية يعتقدون على انه حينما يعلن مثلا بيدرو سانشيز عن دعمه للحكم الذاتي او ان يعلن ماكرون عن دعمه للحكم الذاتي هو حل لمشكلة الصحراء الغربية لا عبدا العكس هو اضافة مزيد من التعقيدات لمشكلة الصحراء الغربية هو توجه الى مرحلة اعقد من المرحلة التي يوجد عليها الملف بكل بساطة لانه هذا ملف واضح جدا هذا ملف يوجد كقضية تصفية استعمار عند الامم المتحدة من 1963 وليس المغرب من وضعه عند الامم المتحدة ليس ابدل المغرب ما عنده علاقة بالمغرب انما الذي وضع الملف هو المنتظم الدولي الذي طالب من اسبانيا انذاك معلومات حول الاقليم وفعلا يعني لما احيلت هذه المعلومات من طرف القوة الاستعمارية السابقة للصحراء الغربية احيل الملف على لجنة تصفية الاستعمار واعتبر منذ ذلك التاريخ كآخر منطقة استعمارية او مستعمارة في الصحراء الغربية من ضمن نصب تاعصر اقليم انذاك غير متمتعة بالحكم الذاتي ومنذ ذلك التاريخ اي منذ 1963 والقرارات الاممية تصدر لا تعطي الحق للمغرب لا تعطي الحق للمغرب ولا تؤكد سيادة المغرب على الصحراء الغربية بالرغم من هذا الجهد يعني من 1963 الى يومنا هذا نحن في 2024 شوفوا كم من سنة شوفوا كم من سنة ويأتي شخص معين الى البرلمان المغربي ويسلم الارض هكذا للمغرب يعني انت لما تكون عارف بخلفيات هذا الملف وتفاصيل المعقدة لا يمكن ابدا ان تنخرط في هذا الحل لانه هذا ليس حلا هذا ليس حلا هذا فقط نوع من اعادة بعث الحياة في القوة الاستعمارية الجديدة للصحراء الغربية التي لا تستطيع ان تثبت للمنتظم الدولي شرعية او شرعية تواجدها في الصحراء الغربية اذا جر بيدرو سانتشيز الى هذا المستنقع المخزني وجر ماكرون الى هذا المستنقع المخزني هو في الحقيقة تعقيد للملف وهو خدمة لملف الصحراء الغربية في اتجاه الاستقلال يعني من يفهم وسترون هذا الشيء من بعد في المستقبل يعني في المستقبل سترون كيف ان محمد السادس نفسه يساهم في استقلال الصحراء الغربية نعم نعم سترون ستكتشفون مع الوقت على ان محمد السادس يساهم في استقلال الصحراء الغربية بغبائه لانه محاط بمجموعة من الناس الاغبية الذين يديرون بملف الصحراء الغربية بعدم كفاءة كبيرة جدا وفي النهاية ستؤدي كل هذه الخطوات الى مزيد من اول شيء من تقوية اللحمة الداخلية في الصحراء الغربية وتوقف يعني همم الشعب الصحراوي وتدفع يعني الجيل الشعب الصحراوي الى القيام بخطوات اكثر على مستوى الحرب مما كانت عليه في وقت سابق مما سيؤدي الى انه نظام المخزن سيقبل في النهاية سيقبل بمهادرة الصحراء الغربية مرغم انه هالك الساعة يبقى تصريح ماكرون ولا تصريح سانتشيز ولا تصريح فلان ولا تصريح فلان لقيمة له على ارض الواقع والذي يتابع يعني لتابع هذه الفترة التي يعني حاول فيها نظام المخزن استعمال ماكرون في الموضوع يعلم بان ذلك جاء بعد حوالي ثلاث سنوات الى اربع سنوات من بداية الحرب في الصحراء الغربية يعني من قبل كان النظام الملكي يدعي بانه ليس يوجد هناك حرب في الصحراء الغربية وكان يدعي بانه لا وجود ابدا لأي خرق لواقف طلال نار وانه يعني متحكم عسكريا في المنطقة ولكن الذي شاهدناه يذهب الى الامم المتحدة من اجل طلب وقف اطلاق النار هو المغرب هو المغرب وفي مبالك بما يجري في الكواليس يعني لا شفتون فقط في ذلك ذلك العبارة فقط اللي يقول اخ النوش امام الامم امام الجمعية العامة الامم المتحدة يقول لك لا مفاوضات دون وقف اطلاق النار هذه العبارة تختصر ألما كبيرا جدا عند النظام الملكي وهو يرى بان الحرب يعني تغلبه لذلك طالب النجدة طالب النجدة مش عند الامم المتحدة يبكي عليها ومش عند فرنسا يبكي عليها باش يتغلب على الوضع العسكري في الصحراء الغربية لكن متى يعني ما كانت فرنسا تدعم المغرب في الصحراء الغربية منذ زمان حتى أن السفير الفرنسي في المغرب قبل أشهر يخطب في طالبة الجامعة ويقول نعم نحن من كنا نساعدكم بطائراتنا الحربية ضد المقاتلين الصحراويين ونحن من كنا نساعدكم في الأمم المتحدة باستعمال الفيتو يعني أنتم لا شيء يعني أنتم كنظام ملكي يدعي بأن هذه الأرض هي أرضك أنت لا جهد لك لا قيمة لك ما عندك حتى العضلة باشا تدافع على تلك الأرض من دون مساعدة دول مثل فرنسا إذن فرنسا اليوم وفرنسا لأمس هي نفسها التي تساعد نظام الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية وهذا ليس غريبا أبدا على فرنسا في هذا الاتجاه لكن شنو الجديد اليوم الجديد على أن نظام المخزن يعيش وضعا صعبا في الأمم المتحدة ويعيش وضعا صعبا في الحرب وبالتالي يبحث لنفسه عن مزيد من الدعم مزيد من التحالف مزيد من الأسلحة مزيد من الإسناد العسكري باش يقد يتغلب على الوضع في الميدان لأنه غير قادر على التحكم فيه وإحنا نأكد له على أنه لن يتغلب عليه لن يستطع أن يتغلب عليه مهما استعانى بأي جهة كانت يعني يوجد راسه يوجد راسه على الوضع المستقبلي في هذه المنطقة ونقلا عن عديد وسائل الإعلام المحلية أشار موقع أفريكو إلى أن تلك التسجيلات الهاتفية التي ضبطت المخابرات المغربية وسلمت يعني إلى نظام المخزن باش يستعملها كأدات لابتزاز قد أثرت على قرار هذا الأخير لهو بيدرو سانشيز في دعم المخطط التوسعي المغربي وهو التحول الذي اعتبرته الطبقة السياسية بمثابة كارثة سياسية كارثة دبلوماسية والسياسية خطيرة وهو التساول الذي يعود اليوم إلى الواجهة لتفسير التغير الذي طرأ على موقف الرئيسي الفرنسي في هذا السياق ذكرت البوابة الإعلامية التقارب الاقتصادية المثيرة لجدد بين فرنسا والمغرب بملايين الأورو مشيرة إلى أنه بعد مضي ثلاث سنوات على قضية بيكاسوس هدأت فجأة التوترات بين البلدين على حساب الواقع الاقتصادي ونهب الصحراء الغربية مستقبلا إذن 2021 إلى 2024 ماذا شاهدنا شاهدنا أن الإعلام الفرنسي يتحدث عن هذا الموضوع ولين أعطيكم أمثلة من ذلك لين أعطيكم أمثلة من ذلك عبد الحالم تقيس عليهم شوي عبد الحاليم وانك عبد الحاليم تقيس عليهم سكت تقيس العيش لها وما رأهم خلصين رأهم جايين باش يتخلصوا وتقتع لهم وارزقهم اليوم وما رأهم جندين وما رأهم بيتن أمثلة عليهم من البارح يعشوهم يعلفوهم ويوجدوهم يقولهم بمجرد انتاكلло محمد الرى pinch اللي تعالو هجمو عليه انت بويتك تعالهم ارزقه باش لا يشتروا القارو باش لا يشتروا ماركيز و باش لا يشتروا الجوانات و باش لا يشتروا القهوة خليهم سوي مساكني يسترزقوا على على ظهار محمد رادللي مساكن إذن شوفوا هاي العاصفة اللي كانت يعني مقار ا کا فضو محق؟ اما أنت تخبرت موسيقى 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 اسرائلienne connue aujourd'hui Alors pour l'instant en tout cas il n'y a pas de réaction de la part du cabinet du Premier Ministre ni de réaction de la part du ministère de la Défense suite à la publication de l'enquête NSO Group affirme que le gouvernement israélien ne contrôle pas l'utilisation qui est faite des logiciels par les clients qui les achètent mais ce qui est certain et ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'NSO qui est une entreprise très importante pour Israël une sorte de fleuron national marche main dans la main avec l'exécutif il faut savoir qu'NSO ne peut pas vendre à l'étranger des produits des logiciels sans obtenir l'aval du ministère de la Défense puisque c'est le ministère de la Défense israélien qui accorde des licences d'exportation indispensables pour vendre ces produits donc pour nombre d'analystes en Israël aujourd'hui il est tout simplement impossible que les membres du gouvernement à l'époque les membres du gouvernement Netanyahou n'aient pas su que NSO mettait à disposition sa technologie à plus d'une dizaine de gouvernements étrangers d'ailleurs il y a quelque chose qui est assez intéressant que l'on voit dans l'enquête menée par le consortium de journalistes c'est que le gouvernement israélien a demandé à NSO de suivre certaines limites notamment de faire en sorte que le logiciel ne puisse pas n'espionne pas des numéros israéliens américains ou russes ce qui montre que NSO group et ses produits sont un outil dont se sert la diplomatie israélienne au vu de ces derniers éléments fournits le gouvernement israélien va sûrement devoir s'expliquer le cadre de l'arabe saoudite est particulièrement intéressant et donc yasr yasr et yasr 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 وهو يتحدث عن الخلاف القائم بين محمد السادس وماكرون شوف كاني للقيت الفيديو للقيت الفيديو من يعرفه اش نلقاه بسهولة ولا لا يعني طهر من الجلون اللي قال يعني انا اعتقدهما اذا هنا هنا يعني كان التوتر في اعلى مستوياته بين الرئيس الفرنسي ايبانويل ماكرون ومحمد السادس بسبب بيغاسوس بسبب برنامج تجسس بيغاسوس ما الذي تغير فجأة ما الذي تغير شني الامر اللي تغيرت بسهل بسرعة حتى جعلت يعني هذا الخلاف يذوب بسرعة ويصبح يعني ماكرون يعني مستدعى الى المغرب ومشارك في هذا الشيء هذا هو السؤال الذي طرحه الكثيرون ومشارك في هذا الشيء وح yo، بespère، الله يجب أن أخبارك العديد من أخباره، سوفتتع بشكل مدد من أخبارك. بخير، في القناة العاد في القناة على مدد من أخبارك. لدينا وهؤلاء على الجالة ويصبح ريمة كثر، سوف نسأل معها، لأننا، ما أتكرره عن أخبارك. الإنسان هو أيضًا بشكل واضحًا فقط. وأن تريد أنها تريد أن قد تريد معك ، ويصبح تريد إلى الحرورة والسلسية، لكن في الواقع يجب أن يتحدث أنه يتحدث إلى المعارضة إلى المعارضة 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 كانت متوترة من 2021 إلى 2024 فجأة أصبحت في 2024 على هذه الحالة وطبعا هناك الكثير من التفسيرات التي ترتبط بالكواليس وما حدث في الكواليس وتدخل جهات كبيرة جدا في الموضوع إذن ما ننكمل معكم في موضوع الذي نشر بخصوص بيغاسوس ولكن نمشو لهسبريس المخزنين إسبريس المخزنية التي حاولت بعث رسالة معينة من المخزن في هذا التوقيت بالضبط كما تعلمون أنه في الأيام الماضية تم اعتقال فؤاد عبد المومني وهو ناصط مغربي معروف يعني فؤاد عبد المومني المختطف قبل حوالي 48 ساعة من الدار البيضاء من طرف ما يسمى بالفرقة اللوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء وهو موجود رهنة لاعتقال وهناك يعني دعوات كثيرة لإطلاق صراحه يعني هناك كثير من المطالب بإطلاق صراحه شاني الأسباب التي أدت إلى اعتقاله يقال على أن سلطات المخزن تقول على أن ذلك مرتبط بتدوينة قد نشرت في الأول الأخيرة ولكن فؤاد عبد المومني هو واحد من الأسماء التي تفضح نظام المخزن بالحج وبالدليل ومداخلاته وفيديوهاته منتشرة بشكل كثيف وكلها يعني تتحدث جيدا عن الفساد الذي ينخر النظام الملكي في المغرب ولديه أيضا يعني مواقف متقدمة من قضية الصحراء الغربية ولديه الكثير من المواقف المشرفة بالنسبة للدفاع عنه الديمقراطية في المغرب والأحرار في المغرب لكن النظام الملكي مباشرة بعد زيارة ماكرون للمغرب قام باختطاف هذا الشخص والإصدار بلاغ بهذا الخصوص قال لك عن طريق ما يسمى بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء الذي قال لأنه تم ذلك بسبب ما تم نشره وببعض وسائل التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة ولكن المثير في هذا المقال الذي نشرته صحيفة هاسبريس المخزنية هو أنه على جثة هذا المناضل المغربي فؤاد عبد المومني حاولت أن تهدد كل شخص يوجد في الخارج الذي يتحدث عن برنامج بيكاسوس يعني جات السلطات المخزنية الإجرامية الاستبدادية الدكتاتورية التي تفعل ما تشاء في المغرب يعني تعدل بغات في المغرب كما يحلو لها تعتقل وتختطف وتعفو عن المفسدين وتتجاهل المفسدين وتختطف المناضلين وتتابع حركاتهم وتمنعهم من الرأي والتعبير وتمنعهم من النشر في الفيسبوك وكل من نطق بكلمة حق مساندة للشعب إلا وجد نفسه مسجون جاءت من خلال هذا البيان أو من خلال هذا المقال أن تمرر رسالة معينة هذه الرسالة المعينة هو على أنه أن السلطات المغربية قال لك أنه البحث القضائي مع فؤاد عبد المؤمنين اليوم إنما يندرج ضمن هذا المسعى القانوني الذي سلكه المغرب بإيمان قوي يضحض كل المزاعم المرتبطة ببرمجيات بيغاسوس قال لكم على أنه اعتقال فؤاد عبد المؤمنين هو مرتبط بكل ما يسميه نظام المخزن إدعاء بأنه استعمل برنامج بيغاسوس 2021 2022 2023 2024 الصحافة الفرنسية تتحدث وسائل الإعلام الفرنسية تتحدث هو مشحط شكايات ضد هاي وسائل الإعلام في فرنسا قضاء الفرنسي لم يقبلها ما قبلها أن يضيعوا فيها المحاميين وضيعوا فيها الترجمة وضيعوا فيها ياسر من الأمور في التالي ما قبلت هذه الشكايات الآن يعيده ترويج نفس القصة على أساس أنه راه اللي يتكلم عن برنامج بيغاسوس في أوروبا والله في العالم سيتابع من طرف النظام الملكي المجرم وهنا يقول لك يعني جزء ثاني منه والله الفقرة الأخيرة من المقال على أن السلطات المغربية شرشبيل طبعا محمد السادس هو شرشبيل الذي أكل أموال المغاربة شرشبيل الكبير اللي كان المغاربة وكان رحبة المغاربة وكان اطراب المغاربة وكان حقوق المغاربة وكالعقول لمغاربة حتى أصبح المغاربة ما يفكروا حتى التفكير ما يفكروا شرشبيل وهذاك هو محمد السادس أن السلطات المغربية التي قررت اللجوء للقضاء الإسباني والفرنسي والألماني يعني ثلاثة دول في مواجهة مروجي هذه الإشاعات المغرضة والمسيئة لصورتها يعني مسكين محمد السادس بريء ابن بيغاسوس محمد السادس مسكين ما استعمل بيغاسوس محمد السادس مسكين من أحزن وأبرأ الحكام في العالم الذي مسكين لا يلجأ أبدا إلى مثل هذه الوسائل وأنه أي شخص مسكين يسئ إلى هذا صاحب الدجاجة فإنه سيتابع أمام القضاء الإسباني والفرنسي والألماني طبعا هم هذو ثلاثة دول فيهم مجموعة من الأحرار الذين يفضحوا النظام الملكي من حقها كذلك أن تقدم شكاية أمام القضاء المغربي في مواجهة كل من يروج هذه الإشاعات على السعيد الوطني بدون دليل إذن قال لك اللي يتكلم عن بيغاسوس في الخارج نتابعوه واللي يتكلم عن بيغاسوس في المغرب نتابعوه إذن نرى أنه بريئين من بيغاسوس إذا كانوا بريئين من بيغاسوس لماذا القضاء الفرنسي بكل بساطة لم يتابع وسائل إعلام الفرنسية اللي هي 21 وسيلة إعلام فرنسية إضافة إلى Forbidden Stories اللي كشفت هذه الفضيحة وفجرت هذه الفضيحة لماذا لا يتابع القضاء الفرنسي هذه وسائل الإعلام ولماذا لا يقبل شكاية السلطات المغربية أمام القضاء الفرنسي طبعا لأن القضية فيها الكثير من الغموط إذن كيف شفنا أنه باختصار ما هي حقيقة النظام الملكي في المغرب ما هي حقيقة النظام الملكي في المغرب هو نظام ضعيف نظام استخباراتي نظام بوليسي نظام تجسوسي نظام قمعي نظام موقد حفظ على السيادة المغربية نظام تافه نظام منشغل ومسخر كل جهده للتفاهات نظام متآكل نظام متهالك نظام ما هو قابل أن تكشف الحقيقة وطنيا ودوليا نظام يفكل بعقلية القمع لا يمارس القمع فقط وسط المغرب وإنما مستعد يستعمل الأموال من أجل تصدير القمع للدول الديمقراطية إنما فقط في الدول الديمقراطية يقول له محمد السادس فلاني شوي يقول له محمد السادس أموالك وقصورك وامتيازاتك وكذا وصفارتك وكذا ومحاميك وكذا يقول له هذا الشيء كامل ما وخدام عندنا نحن هنا عندنا الديمقراطية الزريبتك انتعدل في هاللي بغيت بغيت تخطط في عبد المومني يخطط في عبد المومني بغيت تجيب مسيكيناتوك الكادحات من القنيطرة ومن عرباوة ومن سديحي وزعير وكذا وتجيبهم مسيكيناتو تخليهم تلوحهم في الرباط باش يستقبلوا ماكرون يفعل ما تشاء لكن هون هذه الديمقراطية اللي عندنا خصة اكتفرانية محمد السادس ما توقف هذا هو الوضع هذا باختصار صورة النظام الملكي في المغرب من يلا يمشي هذا النظام يعني شنو أقصى مسافة ممكن يمشي فيها هذا النظام هذا ما هو يمشي بعيد يعني اللي يراكب مع هذا النظام في هذا القطار ما هو يمشي بعيد شكرا من صور أي شخص تابع هذا النظام وراكب معاه في نفس القطار وراكب معاه في نفس السكة ومشي معاه عارف رأسه بأنه لا يمشي إلى منطقة إلى نقطة معينة ولا يتوقف لأنه ما عنده بعد النظر ما عنده لانشغال بالأساسيات تفكيره محدود يفكر عند أقدامه مثلا في الآونة الأخيرة كيف تعرفوه تم الحديث عن ماذا تم الحديث على الجفاف في المغرب واجه الجفاف كيف يواجه أي مشكلة شنه الحل اللي قام به النظام البلك الاستمطار الصناعي لجأ إلى ما يسمى بالاستمطار الصناعي من إنه لجأ إلى الاستمطار الصناعي النظام البلدان اللي قريبة منه مثلا كإسبانيا حذروه قالوا له يا محمد السادس هذا الاستمطار الصناعي اللي تقوم به ليخلقنا مشاكل في عنا في بلداننا راه ممكن يتسبب النفق فيضانات كارثية ديانو ليجيب عواصف رعدية كيف شفنا في منطقة بالنسيا وره ليه يتسبب النفق كوارث طبيعية ولكن هو يفكر لا في راسه هو يفكر في راسه قام بهذا الأمر اللي أنا رأي السلطات الإسبانية رأي انتهمته بأنه هو من تسبب في هذه الاضطرابات الجوية التي حدثت في بالنسيا والوفيات التي حدثت في بالنسيا والفيضانات الكارثية اللي ضحاياها كذلك مغاربة ضحاياها أغلبيتهم مغاربة في هذه المنطقة في منطقة بالنسيا لماذا محمد السادس يلجأ للاستمطار الصناعي لأن محمد السادس دائما يفكر فيه يفكر في اللحظة ما يفكر في المشهد بشكل عام دائما هذه مشكلته مشكلته أنه هو بغي يحل المشكلة الآن ولو تحدث عنها عشرات المشاكل الأخرى لأن الفيضانات من ينجو في المغرب نتيجة الاستمطار الصناعي تدمر البنية التحتية على ضعفها اضطحوا القناطر يخسروا الطرقان يموتوا الناس يضطحوا ديارهم من الطين يتشردوا كيف ستحل هذه المشاكل باش لا يتحل هذه المشاكل باش لا يتبنين القناطر باش لا يتبنين الناس ديارهم باش لا يتبنينهم الطريق باش شاش عندك أنت غارق في المديونية إذا تحل المشكلة وتحدث 17 مشكلة وهذه هي إشكالية النظام هذه هي الإشكالية اللي يعيشها النظام وهذه الإشكالية اللي لا حل لها إلا بأن يتم تغيير النظام وإسقاط النظام لأنه إسقاط لأنه نظام خطر خطر نظام ضعيف هش لا سيادة له مصيوق إلا عنده شيء يستعملوه هو التجسس والله الحرب الإلكترونية والله الذباب والله صحافة التشهير والله التوجيه الرأي العام المغربي في اتجاهات غير الاتجاهات اللي خاصة يتوجه للشعار المغربي ليش اليوم الأولوية ليست لقضية السحراء الغربية يعني 50 سنة من تجريب كل الطبخات اللي وجربت من طرف النظام الملك في الصحراء الغربية ما أعطات نتيجة اليوم ما أعطات حتى نتيجة لا على مستوى الأمم المتحدة ولا على مستوى الاتحاد الإفريقي ولا على مستوى الاتحاد الأوروبي ولا على المستوى الميداني ولا على مستوى الشعبي يعني ما هي نتيجة الصحراء الغربية ظلت أرض غربية للصحراويين لمغاربة ما عندهم حتى علاقة وما مستفدين أبدا من الصحراء الغربية ما عندهم استفادة حتى من وطنهم أرضهم المغربية وبالتالي شنه الفائدة أنك تقحم مرة أخرى الشعب المغربي في حربك هذه ضد الصحراويين التي اكتشفت على أنها بدون نتيجة بما فيها الحرب العسكرية ما استطعت تحسمها عسكرية بالدعم الدولي وما استطعت تحسمها أماميا بالدعم الدولي وما استطعت تحسمها إعلاميا بكل هذا الجهد الكبير اللي استثمروا جايب الألاف من الحسابات الوهمية والأشخاص والمقدمين والشيوخ والجامعيين والمؤرخين كلهم يخدموا معك في هذا السياق ولكن كلهم يصلون إلى نتيجة سفر في النهاية دعي من يصلوا إلى اللي أن هناك حقيقة ما يمكن القفز عليها نعطيكم مثال بسيط جدا مثال يكتشف منه يكتشف منه هذا الشي اللي نتكلم عنه شوفوا هذا هذا مواطن مغربي بسيط هذا مواطن مغربي بسيط جدا أدى الفيديو أنا أخليكم تسمعوا الفيديو ومن بعد نعلقوا عليه مجدوب أول واحد دخل الخضراء العيون مجدوب عبد العزيز مجدوب العربية أول واحد بالخضراء في العيون حنا جيناك بفوكير في طيارة مولاك شوانا أول واحد دخل الخضراء العيون أول مجدوب العربية بالبيرل والجاعم الله يرحمه والناس الله يرحمه أحمد وباء والناس اللي معرفة الخرير الله يرحمه من رحمة محمد أجمعين السلام والتحيات الخضراء من تنجا إلى الرينكو لرحمة دي كاملة شفانتوا من هذا التصريح شفانتوا من هذا التصريح هو أقول على أنه أول يعني هو ابن أول واحد جاب الخضراء للعيون معتونا عيش اللي يدافع على مغربية الصحراء أشفانتوا من خلال هذا التصريح وربطوه بماذا هي الصحراء والغربية مغربية قبل 75 يلا أيوب يلا عطينا الجواب أولا هذا مغربي يقول على أنه هو ابن أول شخص جاب الخضراء للعيون جاب الخضراء للعيون أول حد دخل الخضراء للعيون وجاف طائرة أمتى 75 1975 بغي يقول لكم هذا بأنه ابن مغربي أول مرة أول مرة يعني أول مجلة الصحراء الغربية جاه في 1975 يعني ما كان فيها 1970 وما كان فيها 60 وما كان قبل منه مغربي قابلوا حتى هو يبيع الخضراء في الصحراء الغربية هذه هي من الأجوبة اللي قلنا لكم قلنا لكم أنه المغاربة لم يدخلوا الصحراء الغربية إلا 75 أرامهم يعترفوا بأنفسهم الموضوع وما يقول لك حنا أول مرة جينا للصحراء الغربية جينا للخضراء في 75 رحنا مغاربة جيناها 75 وجاء في طائرة وشكين حد يقول لك أنا أرضي أول مرة دخلت لها الخضراء أرى هدما بغيتوا تقفزوا على التاريخ أنتم ونظامكم أنتم ونظامكم بغيتوا تقفزوا على التاريخ قطعتوا التاريخ هاك وتخلقوا تاريخكم تم وحدكم وبغيتوا تفرضوه هذا التاريخ يعني بغيتوا تفرضوه لنا بالقوة هذا التاريخ بالقوة كيف القول ايو شوف مشكلة الصحراء الغربية كاينة ولكن كاينة للحكم الذاتي كحل شنو معنى الحكم الذاتي كحل المشكلة كاينة ونحن رأينا بغينا الحل ولكن يا صحراويين عندكم اللحل واحد انت كمغريبي ماك من الصحراء الغربية ماعندك علاقة بالصحراء الغربية لست مالك الصحراء الغربية ماعندك سيادة على الصحراء الغربية وتجيب لي انا مقترح وتفرضوا عليها تعطيني مقترح واحد انت ما عندك على قابل ارض وتجيب لي مقترح وتفرضوا عليها وتمشي لفرنسا باش تفرضوا عليها وتمشي لامريكا باش تفرضوا عليها وتمشي لسبانيا باش تفرضوا عليها وتمشي القرن الكحلة وتفرضوا عليها تبغي تفرضوا عليها وتقول يشوف احنا بغينا الحل ولكن عندك اللحل واحد هو الحكم الذاتي قبله ولا ما تقبله بالرغم انت ما عندك حتى صيفة باش تفرض عليها ولا هذه الدكتاتورية هذه قمة الدكتاتورية اللي بغير عدلنا النظام الملكي في المغرب يحاصرنا ويدمرنا ويحاربنا من هنا ومن هناك ويعطي علينا أموال من هنا ومن هناك ويجيبنا ويقولنا ويشوفوا عندكم طريق وحدة تمروا منها أنا بغيت الحل وأنا مع الحل وكذا ولكن مفروض عليكم هذا الحل بأي صفة أنت بأي صفة أنه هو صاحب الأرض باش أنت صاحب الأرض أنت ما عندك حتى صفة باش تقول صاحب الأرض إلا كنت صاحب الأرض مش يقولها للمحكمة العدل الأوروبية إلا كنت صاحب الأرض مش يقولها لأمم التحية إلا كنت صاحب الأرض مش يقولها لإسبانيا تعطيك المجال الجوي على الصحراء العربية السيادة على المجال الجوي إلا كنت صاحب الأرض وهذا القطيع اللي تابعك ما هو فاهم قطيع اللي معك ما هو فاهم واش هذا اللي يجيبه من القناة في كاميون باش يأثث المشهد في الرباط في استقبال ما كانوا فاهموا مشكلة الصحراء واش هو فاهمها هذا اللي يعلق هون هو مقدمه هو اللي يكتبه يعمل واش ملف صحراء الغربية لين حل بها صحراء الغربية رأى مشكل معقد ومشكل واضح ومشكل باين ومشكل ما حلو عند محمد السادس لو كان عنده حل محمد السادس كان ميرس لكن تتقول ها ها من ديش تضحك اذا في كل حالات هذا النظام لابد له ان يزول وسيزول واخشى ما اخشى اخشى ما اخشى اعلنوا تدخل عندكم المنطقة في مشاكل معقدة جدا وهذا ما تكهان له الكثيرون تكهانه الكثيرون من يعرف عندي كانت هون عندي تدوينة مهمة جدا لأستاذ أستاذ على ما اعتقد أستاذ جامعي معروف أستاذ جامعي معروف نشوف الكنين لقاها ولا لا واللي فاتش خيص للوضع في المستقبل يحيى اليحياوي هو صحفي كبير صحفي مغربي كبير كاتب مغربي كبير نقال له يحيى اليحياوي معروف ماذا كتب قال وانا أتأمل في لائحة الوفد المرافق للرئيس الفرنسي في زيارته الأخيرة للمغرب شد انتباهي بلائحة المثقفين والأكاديميين اسم بيرناغ أنري ليفي لا أعرفه فيلسوفا ولا مفكرا ولا تغريني كتاباته لكنني أعرف بمتابعة لمصاره أنه عراب الفتن والمصائب كلما كانت بوادر فتنة في بلد ما إلا وحل ليذكيها وينفخ فيها روحه في نيكاراقوا في يغزلافيا في كردستان العراق في السودان في مصر في إيران في اليمن في ليبيا في تونس في سوريا وفي العديد من بلدان إفريقيا معاداته للعرب والمسلمين ثابتة لكن الثابتة عنه أيضا أنه من أشرص المدافعين عن إسرائيل حيث لا وجود بنظره لفلسطين بل لدولة يهودية موحدة بقدس موحدة لذلك اعتبرته جريدة الجيروزاليم بوست في أحد تصنيفاتها ضمن الخمسين يهوديين الأكثر تأثيرا في العالم عندما كان أواخر نومبر 2011 في بنغازي بليبيا يخطب في الثوار قال لقد شاركت في الثورة في ليبيا من موقع يهوديتي أنا لا أستغرب حضوره مرافقا للرئيس الفرنسي لكنني أخشى مكره وأتحرز من لقاءاته تذكر ذلك أنه حينما وجد هونري ليفي فثمت مصيبة قائمة أو يتم الترتيب لها وبيننا الأيام يحيى اليحياوي كاتب مغربي من المغرب من صلب المغرب ومن قلب المغرب وبخصوص المغرب ويتحدث عن ما ينتظر المغرب وأنتم سترون ذلك بأعينكم في المغرب سترون ذلك بأعينكم في المغرب سترون ذلك هل أنتم على استعداد؟ لا أعلم إذن شكرا جزيلا لكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر